موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرانتش موجز اكباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أفاد مصدر مطلع بأن مجلس النواب سيجتمع اليوم استبتل مناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية وأوضح المصدر أن هذا الأمر هو سبب الدعوة لجلسة طارئة للمجلس اليوم مؤكدا أنه لا يوجد موضوعات أخرى مطروحة للنقاش على نحو ما ذهبت إليه بعض المواقع الإلكترونية أعلنت السلطات السعودية مقتل أحد المطلوبين أمنيا بعد تفجير نفسه بحزام الناس في جدة أثناء مباشرة إجراءات القبض عليه وأوضحت السلطات السعودية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة وفق مجلس النواب الأمريكي على إقرار قانون رعاية الصحية والطاقة والمناخ بقيمة 750 مليار دولار من جهته أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن الموافقة على القانون المسمى أيضا بقانون الحد من التضخم بمثابة انتصار للشعب الأمريكي مضيفا أنه سيسهم في انخفاض أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة أعلن رئيس الوزراء الياباني أن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة للتخفيف من تدعية ارتفاع الأسعار وفي اجتماع حكومي أوضح رئيس الوزراء الياباني أنه سيواجه المسؤولين لتنفيذ خطوات الإجاثة مضيفا أن تأثيرات الزيادات في الأسعار خاصة بالنسبة للتقاء والمواد الجذائية كبير على الشركات والمسهلكين لافتا إلى أن أزمة تضخم ستصدر أولويات حكومته أعلنت الصين وقف التعامل مع وزارة النقل والاتصالات الليتوانية وتعاون في مجال النقل وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنها بصدد إصدار حزمة عقوبات تشمل نائب وزير النقل والاتصالات الليتوانية جاء ذلك على إثر انسحاب لاتفيا وإستونيا من إطار تعاون بين الصين وأكثر من 12 دولة في وسط وشمال أوروبا لقى 13 شخصا مصرعهم بسبب الأمطار الجزيرة التي ضربت قوريا الجنوبية قال المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة في قوريا الجنوبية إن الأمطار الجزيرة تسببت في تشريد أكثر من 1400 شخص كما أدت الأمطار الجزيرة إلى كسائر في الممتلكات الخاصة والعامة ختم الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم حبيبة عمر تحياتي لكم إلى اللقاء